قناة الشيخ لحسن سليماني تقدم من حيث كنا قد توقفنا في الحصة الماضية عند قول الناظم رحمه الله تعالى وهو يعدد أقسام المياه قال وإن أشيب لونه أو طعمه أو ريحه بالنجس نجس حكمه نعم أي وإن أشيب لون الماء فتغير أو تغيرت رائحته أو طعمه بنجس أي بشيء متنجس فحكمه حكم النجاسة إذا كان هذا الشيء الذي حل فيه وغيره إما غير لون أو غير طعم أو غير رائحة والحال أن هذا الشيء الذي حل فيه قلنا شيء نجس فقد تنجس ذلك الماء فحكمه حكم النجاسة إذ لم يعد صالحا للعبادة ولا للعادة في أغلبها إلا ما كان منها غير متصل بالإنسان ومواطن العبادة وهذه مسألة إجماع بين العلماء رحمهم الله تعالى أن الذي تغير بنجس صار أو تغير بنجاسة صار نجس وإنما اختلفوا فيما لو حلت فيه نجاسة لم تغير أي من أوصافه فنقل عن مالك رحمه الله تعالى في ذلك ثلاث روايات الأولى أنه طاهر مطهر مطلقا ما لم يتغير منه وصفه والثانية الرواية الثانية عن مالك التفريق بين القليل والكثير والرواية الثالثة عنه رحمه الله تعالى كراهة استعماله ومفهوم كلام الناظم رحمه الله أنه ذهب إلى الرواية الأولى عن مالك ثم قال وإن أشيب والشوب وإن كان أصله الإختلاط إلا أن ذكر اللون والطعم والرائحة يدل على أنه أراد التغير لا مجرد الاختلاط وهذا جيد جدا أعني اعتبار أن المؤثر هو التغير وقد ورد في قصة بئر بضاعة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له إنه يستقى لك من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحائض وعذرة الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء رواه أحمد وأبو داود والترمذي بألفاظ مختلفة ومعاني متقاربة أي هذا الحديث ومعلوم أنهم ما كانوا يتعمدون إلقاء هذه الجيف وغيرها في البئر وإنما لكونها كانت في مجرى الوادي فتحملها السيول فتلقيها فيه وعلى كل فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أقر استعمال مائها مع ما وقع فيه من نجاسة لكونه لم يتغير وهذا تفريق بين الماء القليل والكثير وبين الراكد والجاري كما ذهب إلى ذلك مالك رحمه الله تعالى وكذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يقتسل فيه وقد اختلف في مقدار القليل والكثير فذهبت طائفة إلى أن الكثير هو الذي يكون بحيث لو حرك آدم ينطرفه لا تسر الحركة إلى سائره وما دون ذلك فقليل وذهبت طائفة أخرى إلى حديث القلتين نعم وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن كان الماء قلتين لم يحمل الخبث رواه أصحاب السنن الأربعة فجعلوا الفاصلة في ذلك هو هذا المقدار فما بلغه أو زاد عليه لم يحتمل الخبث والقلتين خمسمائة رطل أي مئتي لتر تقريبا على وجه التقريب لا بالتحديد ولكن على وجه التقريب ما يقارب مئتي لتر وهذا الحديث وإن كان قد تكلم في سنده إلا أنه صالح للاحتجاج أي لا ينزل عن درجة الحسن ومن العلماء رحمهم الله تعالى من فرق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه فيزيلها إذا ورد عليها وتنجسه إذا وردت عليه واحتجوا على ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها الإناء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وهو حديث متفق عليه فقال هؤلاء ألم تر أن اليد لما دخلت إلى الماء نجسته ولكن لو سكب عليها منه نطهرها فهذا يدل على التفريق بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة وقال بعضهم إن النهي هنا للكراهة فقط لا للحرمة أعني النهي عن إدخال اليد في الإناء قبل غسلها وهو ظاهر المذهب ثم قال رحمه الله أي الناظم وكره ما استعمل في رفع الحدث كما قليل لم يغيره الخبث أي ويكره للمكلف أن يتطهر بماء سبق وأن استعمله غيره في رفع حدث أصغر أو أكبر سواء كان هذا الحدث الذي رفع بهذا الماء حدث أصغر أو حدث أكبر في جميع الحالات وهذه مسألة خلافية مشهورة وقد ذهب قوم إلى المنع مطلقا من استعمال كل ما استعمله الغير لرفع حدث واحتجوا بما رواه أبو داود والنساء وصحح ابن حجر سنده عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفها جميعا وهذا هو حجة هذا الفريق في عدم جواز ما استعمل في رفع الحدث وذهب الطائفة أخرى إلى الجواز مطلقا واحتجوا بحديث ميمونة رضي الله عنها قالت اغتسل بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضع منها أو يغتسل فقالت له يا رسول الله إني كنت جنبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب أخرجه أصحاب السنن وقال عنه التلمذي حديث حسن صحيح وتوسط في ذلك مالك رحمه الله تعالى فكرهه كره هذا الماء الذي سبق وستعمله غير كفر في الحدث كرهه مراعاة للآثار المختلفة الواردة في الإباحة والمنع راعى ذلك كله وخرج بنتيجة أنه يكره استعمال هذا الماء ولم يجز التيمم مع وجود هذا الماء بهذه الصفة وهو معنى قول الناظم وكره ما استعمل في رفع الحدث ثم مثل هذه الكراهة بكراهة الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة قليلة لم تغير شيئا من وصافه فقال كما قليل لم يغيره الخبث أي أن الكراهة فيه ما متساوية والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين أجمعين والحمد لله رب العالمين وبإذن الله تبارك وتعالى ترقبوا المزيد من هذه السلسلة في شرح أسهل المسالك في الحصص القادمة بحول الله وحسن توفيقه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر